حذرت اللجنة المالية النيابية الحكومة العراقية من انهيار مالي نتيجة عدم السيطرة على سعر صاف الدولار أمام دينار العراقية وقال عضو اللجنة عبدالهادي السعداوي أن العراق يعتمد بشكل أساس على الواردات النفطية موضحان أن أي انخفاض بأسعار النفط سيتسبب بانهيار مالي وأضاف أن الوضع المالي في العراق بدأ بالانهيار بشكل كبير دون أي معالجات أو حلول للحكومة محضرا من عدم التوجه إلى إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع والسلع المستوردة